قبل بدء العطلة التشريعية وبعد ارتباك وخلاف طويل بين الكتل صوت البرلمان في العراق على بعض قوانين الموازنة ليضمن بذلك تحويل الجلسة البرلمانية لمفتوحة تسبق العطلة التشريعية وذلك مع بروز مخاوف من تفجر غضب الشارع المتذمر من تعطل عجلة الحياة في البلاد بسبب خلافات الاحزاب والكتل على مصالحهم المكتسبة من مخرجات الموازنة كيفية التصويت ونوع المواد التي تم اقرارها مررت عقب لقاءة مكثفة بين زعماء الكتل السياسية قال مراقبون انها نظمت لضمان تقاسم المغانم رغم ان اللجنة المالية عقدت 55 جلسة لمناقشة بنود الموازنة ومحاولة تقليل نسبة العز فيها الا ان نسخة المسودة التي جارت بتوافق حزبي هي من عرضت على النواب قبل دقائق من التصويت وليس تلك التي قدمتها الحكومة وقيل انها فقدت وكما هي العادة في نظام المحاصصة رتب قادة الكتل احداث الجلسة مسبقا فيما اختلفوا على بعض فقرات الموازنة لذلك لابد من طرف اخر ليحل هذا النزاع زعيم فيلق القدس الايراني اسماعيل قآني كان هو صاحب الكلمة الفصل بشأن ما اختلف عليه من بنود الموازنة بحسب ما اكدت المصادر وكغيرها من الموازنات السابقة التي كانت توصف بالانفجارية لم تتضمن هذه الموازنة خطة اقتصادية شاملة توافق بين متطلبات التنمية وموقع العراق في السوق الاقتصادي العالمية وانما جاءت لتلبي المصالح الشخصية للاحزاب والكتل كما ان اعتمادها لتكون لمدة ثلاث سنوات قد يوقع العراق في ازمة مستقبلية باعتباره يعتمد بشكل اساس على واردات النفط الذي تتأرجح اسعاره من سنة لاخرى وقد تهوي الى مستويات خطيرة كما حصل عدة مرات في اعوام سابقة